مشاهدين نتحدث عن قضية أخرى يعني أن نسميها بكل صراحة بالمهزلة حدثت اليوم في حق المدرب الجزائري عادل عمروش عين تمت معاقبته بثمن مباريات وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف دولار على خلفية تصريحاته ضد الجامعة المغربية لكرة القدم الاتحاد التنظاني مباشرة بعد هذه العقوبة ماذا فعل؟ لم يقف مع المدرب بل أقال المدرب الجزائري على خلفية عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ها هو بيان الاتحاد التنظاني بيان العار الذي خرج به الاتحاد التنظاني بمعية البعبع الذي لطالما صوروه لنا بأنه رجل النفوذ في إفريقيا لكنه يشتري الذمم كما اشترى ذمم الاتحاد الإفريقي وذمم كل من يعمل في الاتحاد الإفريقي والدليل ما حدث مع قضية عادل عمروش الذي يعني كشف المصطور ياسين معلومي كشف المصطور لكن الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه الآن نسميها يعني أمور خطيرة تحدث في هذه القضية ياسين شوف لو نجول القضية هذه نقول بلي أن المهازل تعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ تولي موت سي بي رحي تتواصل اليوم هذه الهيئة الإفريقية أنا حسب رأيي يعني تصرفت بأوامر من الجامعة المغربية لكرة القدم لأنها هي التي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة عادل عمروش في التصريح تعالي أدل به ما قال إلا حقيقة يعرفها الجميع في الاتحادات الإفريقية لكرة القدم وأنا حسب رأيي هذه ربما أقول لك أسرع عقوبة تأخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسرع عقوبة زيج حاجة وحدة يعني لو بتع القضية لو بتع القضية وكذا أبدأ لو بالقضية أبدأ لما عادل عمروش قرر يدير التربو في مدينة عنابة أو قسنطينا كان رح يحب يديرنا في قسنطينا حتى أنه يقولوا أنه برمج لقع ودي أمام المنتخب التونسي يعني كان يعمل كل شيء رئيس الاتحاد التنزاني لكورة القدم بأمر من رئيس الجامعة المغربية لكورة القدم قال لهم ما يديروش تربص في الجزائر لأنه لو يدير التربص في الجزائر يعني الجزائر بالإمكانية اللي عندها والملاعب اللي عندها يعني يسوق للجزائر الاتحاد يعني الجامعة المغربية لكورة القدم كانت عملت ضغوطات على الاتحاد التنزاني عادل عمروش حسب معلوماتي المؤكدة أنه رفضوا رفضوا قاطع باش يدير تربص تاعدوا في المغرب ودخول وكان يعني ياسين معلومي كان في خلافات شديدة مع رئيس الاتحاد التنزاني لكورة القدم بعد مشاورات إلى آخره رح دير تربص في القاهرة وراح الكاس الإفريقية هذه التصريحات اللي عملها قال أنه الجامعة المغربية لكورة القدم هي التي تتحكم في في الكعف زيدوا معلومات أخرى إضافية ياسين معلومي إضافة للمعلومات القيمة التي ذكرتها الآن لأنه رئيس الجامعة المغربية لكورة القدم وعد رئيس الاتحاد التنزاني إذا إذا نحن عدل عمروش يجيب له مدرب وإذا أخرج من التربص من الجزائر إلى بلد آخر بقيمة مالية كبيرة جداً ونفس القيمة اللي عرضها إذا أقل المدرب عدل عمروش شوف شوف يعني واحد السرعة السرعة أنه لما نزل البيان تعالي اتحاد الإفريقي لكورة القدم مباشرة رئيس الاتحاد التنزاني لكورة القدم دار إقالة المدرب الجزائري دار له إقالة كان على باله طبعاً لا عنده عنده دار له إقالة واليوم إذا إقالة عن نتائج أنا ما نظنش لأنه المنتخب التنزاني نتائج تاعه الأولى ما كانش متأهل إلى كاس إفريقيا لولا النقطة اللي دهها منه من الجزائر يعني اللي كان في المستوى الآخر دار نقطة وتأهل إلى كاس إفريقيا اليوم أنا دائما نقول أنه المخطط مخطط ضرب الكورة الجزائرية ما زال متواصل وما زال نزيد نشوفه مستقبلاً مع المنتخب الوطني وكل الأندية اللي تشارك للمنافسات الإفريقية ماذا تعني هذه العقوبة السريعة جداً ياسين مش تعني تعني أنك اليوم لا هي هي تعني أنه مش يعني الشخصية عدل عمروش هي شغل العقوبة للجزائر سيئة